صرح سعدة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن عدد المستفيدين من برنامج مزايا منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 1400 مستفيد ليصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن نحو 8000 مستفيد مبينا بأن متوسط قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل المستفيدين قد بلغ حوالي 109 ألاف دينار بحريني وأن نسبة الأكبر من الوحدات التي قام المستفيدون بشرائها تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 47% تلتها محافظة المحرق ثم محافظة العاصمة وأخيرا المحافظة الجنوبية بنسبة 4% في سياق ذاته جاء المهندس باسم من يعقوب الحمر على ذكر الإحصائيات الخاصة بالأثر الاقتصادي حيث أشار إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة قد بلغ 880 مليون دينار بحريني بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفض الاقتصاد الوطني بالمملكة من جهة أخرى أوضح سعدة وزير الإسكان إلى أن تحويل خدمة التقديم للاستفادة من برنامج مزايا إلى خدمة إلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة لوزيرة الإسكان قد ساهم في تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم مشيدا في الوقت ذاته بجهود البنوك الممولة وتعاونها لتقديم الحلول التمويلية للمواطنين سواء من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات التي تكفل فورية الحصول على الخدمة الإسكانية أو من خلال العروض الترويجية التي تتيح للمواطن مرونة تمويلية كبيرة لاختيار سكنه الملائم ترجمة نانسي قنقر